في الملف السوداني شنت مسيرات الجيش غارات جوية على نقاط تمركز لقوات الدعم السرية في مناطق شرق العاصمة الخرطوم فيما احتدمت المعارك بين الجيش والدعم السرية في مناطق عدة في أمدرمان حيث قصفت متفعية الأخيرة محيطة صلاح المهندسين بجانب مناطق أمدرمان القديمة وبحسب شهود عيان فإن الجيش استهدف نقاط تمركز للدعم السرية في مناطق الصالحة والفتحاب الواقعة جنوب مدينة أمدرمان بينما شهدت مناطق الثورات في محلية كراري حركة نزوحا متواصلة شمالا تفاديا وتجنبا للقصف المدفعي الثقيل في المقابل ساد هدوء حذر مدينة ودمدني وسط استمرار حركة النزوح إلى ولايات سنار والقضارف وكسلة هذا وافد مراسل الحدث أن ضواحي مدينة سنار تشهد معارك متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السرية منذ عدة أيام وذلك بعد توغه لقوات الدعم السرية من النواحي الغربية للمدينة فيما أكد شهد عيان سمع قصف مدفعي متبادل بين الجيش والدعم السرية في أطراف منطقة ود الحداد شمال مدينة سنار في الأثناء أكدت مصادر الحدث أن مقاتلات الجيش السوداني قصفت نقاط تمركز تابع للدعم السرية صباح اليوم بينما سمعت أصوات المضادات الأرضية التابعة للدعم السرية وهي تحاول التصدي لطائرات الجيش ترجمة نانسي قنقر